تحيات اخوة وحبابي وصحابي في كل مكان يا رب بتكونوا بالف خير والف صحة دايما يا رب معكم ماريا من قناة اكلب نفس وحشتوني جدا ليه فترة ما نزلتش فيديوهات وقلت لما ارجع ارجع كده بحاجة ايه هيدا كده حاجة يعني بالنسبة ان احنا هي مرة في السنة بتجينا المنجا بتجينا من معونات مصرية خلاص هي مرة في السنة حاجة كده طح فهنعمل النهاردة طرطة المنجا بطريقة سهلة جدا جدا للمبتدئين طرطة الكنافة بالمنجا حاجة كده روعة يعني لو بنوتة صغيرة لسه متجوزة جديد ما عنديكيش اي خبرة في المطبخ هتعمليها بالجمال والحلاوة اللي انت شفتيها بيه والطبقات وحاجات طحفة جدا بسيطة جدا آآ جاملة جدا في الحفلات في المناسبات ممكن تاخديها هدية عندك عيد ميلاد بصي جمالها طحفة سكر مزبوط هنعرف كل الاسرار ازاي ما تفكش منك الكنافة حاجات كتيرة جدا بس يلا ندخل على الفيديو بتاعنا وسيلا تقابل ما ندخوا متنسيش باشتراك وتفعيل زر الجرس ولا كاتل كتال الفيديو ويلا بنا عندي هنا كيلو كنافة ده كتير طبعا انا عاملة نوعين كنافة بس هنزلهم يعني عملتهم على حلقتين عشان بصراحة حسيت ان الفيديو هيبقى طويل جدا عليكم فقلنا كل نوع ياخد حقه فده كيلو انا هعمل كل الخطوات اغلبها يعني مع بعض وبعدين هفصل كل نوعين في في الواحده تمام عندي كيلو هنا مجمد في الفريزر احنا اساسا الكنافة عندنا مجمدة ما عندناش كنافة طازة اصلا آآ بس وبعد كده كسر كسري ببتاعت البانيه او فتفتي زي ما انت شفتي مع منه مجمد بيبقى سهل انك تكسري عندي هنا آآ كوباية ونصف سكر هنعمل الشربات وعليهم تلاتة اربع كوباية مية طبعا عارفين شربات الحلويات الشرقية شربات تقيل طبعا انا عملت معاكم حلقة كاملة مخصوصة لانواع الشربات شربات البسبوسة شربات حلويات شرقية حاجات كتيرة جدا ناسيب لك الحلقة في زندول وصف تظهر لك حالا بعد ما دوبت السكر على البارد طلعت بيه على النار اول ما بيبدأ يغلب يطلع ريمة كده اشيل الريمة بعد كده هنزل بعصرة لمونة ورشة بين صوابعك ملح لمون عشان ما يسكرش معاكي طبعا تمام غلوتين كده وننزل بمعلقة كبيرة عسل نحل او لو مش موجود عندك ممكن تعملي عسل جلوكوز براحتي تلات دقائق بالزبط بعد ما يغلي تلات دقائق بعد ما نضيف معلقة عسل النحل هنطفي ونضيف معلقة سمنة بلدي تبدي روح كده وطعم تحفظ تعالوا هنا للكنافة اللي كسرناها هنضيف عليها حوالي كبايتين سمنة بلدي آآ سايحة او اي نوع سمنة عندك او زيت آآ بس انا هضيف اكوبايتين كاملين علشان آآ آآ ده كيلو كنافة تمام بس انا كل وصفة هستخدم نص كيلو وانا هسيب لك المقادير في صندوق الوصف يعني مقادير الوصفة بالزبط الوحدة اللي هي نص كيلو تمام السمنة تكون سايحة طبعا ما تكونش مغلية علشان ما تعجنش معاكي الكنافة يعني متسخنهاش جامد بعد ما فرجت الكنافة بالسمنة كويس وغلفتها كويس جدا جدا بالسمنة هنزل بحوالي معلقتين تلاتة سكر بودر انخلهم كده عشان لو اي تكتلات وبردو امزجيهم مع بعض عندي هنا صواني صواني الحلو دي آآ ده هنتهم سمنة بلدي بصراحة استعملت سمنة بلدي اي نوع سمنة يمشي بس احتفالا بقى بالحدث المهم في حياتنا ده المنجة اللي بتيجينا مرة في السنة لازم نعمل لها احتفال يعني تمام هاخد نص الكمية آآ لكل صنية يعني انا هعمل اتنين تمام في كل صنية وجبت صنيتين عقده بعد صاني دي على فكرة رخيصة آآ بسمع انها في ادوات آآ يعني الحاجات المنزلية عندكم في مصر رخيصة آآ انا بجيبها لما آآ خصوصا بتنفعني لما بعمل الفايش السعيدي عملته معاكم بس بقول لك في سندول وصف وظهر لك في شريطة حالا لانشان بيطلع للقرصة شكلها مدور وحلو بس هحط نص الكمية يعني نص نص كيلو يعني كل صنية هتشير ربع كيلو واضغط عليها شوية بايدي واجيب صنية اصغر منها تدخل جواها يعني وهاضغط كويس جدا ده السر في ان الديسك هيطلع متماسك معاك وزي الفل آآ بص اضغطي كده بكل قوتك وسويها كويس جدا في الوقت ده الفرن بتاعتك شغال على درجة حرارة مية وتمانين وعينك عليها برضو كل شوية يعني تلف الصنية حوالين داير كده تمام هتعرف فيها استوت ازاي لانها بتخلع منه الصنية زي ما انت شايفها واللون بتاخد اللون الاشقر اللي انت شايفها ده وهي سخنة والشربات بارد هنزقيها على طول وهي طالع من الفرقان هزق بحوالي معلقتين تلاتة يعني الشربات اللي انا عملته ده فاض منه طبعا كتير فهميني ممكن تعملي النص الكمية يعني تعملي تلت تربع كوبات سكر على نصها مية تمام علشان ده خدت يعني انا مش عايزة شربها آآ مية كتير لان لو شربتها مية كتير هتطرق معاكي فهماني ممكن تت يعني ما يبقاش متماسك معاكي وكمان عشان يبقى سكرها مزبوط لاني لسه كريمة وكده عندي كوبايتين كريمة قولنا للوصفتين ده بنات انضبت عليهم معلقتين آآ كريم باستري عشان يسبت الكريمة معاكي وتلت معالق سكر بودرة وهنزل بشويش بمية متلجة فيها قطع تلج بشويش واحدة واحدة فهماني واحدة واحدة لحد ما تلاقي قوام الكريمة زي ما هتروفيه في الآخر اها بصي اضيف شوية واضرب اضيف شوية طبعا في الاول قلبت كده قبل ما شغل المضرب وهو على مطفي علشان الكريم شانتي الخامدة ما يبهدلش الدنيا معايا ممكن تستخدم كريم شانتي محل عادي اللي فعلها براحتك برضو العلبة تقريبا بتبقى كوباية على فكرة انا تستخدمي عربتين ده للوصفتين يا بنات انا قلت لكم في المقادير هسيب لك صندوق المقدار للوصفة الواحدة بس ترفعي المضرب كده ما تلاقيش الكريمة نزلت عملت زي المنقار يبقى انت كده مظبوطة تمام المنجة طبعا كان لها فترة طبعا جيالي من مصر فحطاها في الفريزر طبعا انتي حطاها في الفريزر بتبقى آآ يعني تأشيرها سهل جدا جدا زي ما انت شايف اهو انا النوع اللي جيالي ده نوع عويسي طبعا انتي اي حاجة في مصر عندك حلوة جدا يعني اعملي براحتك واعمليها ما تكون تزاق احلى احنا بقى بنشوفها من السنة للسنة يا بنات يعني طبعا الحمد لله يعني قدرت اخلي واحدة كانت لانها اخضر شوية جياني اخضر ففضلت معايا صراحة في التلاجة من تحت دي اللي هقطع بيها الشراحة الوفيعة عشان ازين وش الترطة لكن اللي انت شفتيه في الاول ده وقطعته مكعبات ده للقلب للحشوة تمان ده ده اخدته المفرز عادي مفيش مشكلة لكن الشراح دي بنات لازم تكون حباية مانجة طوزة بصراحة الشراح دي كتير على فكرة يعني هتزين لك الترطاية دي ويفيد معايا الصونية دي حوالي مقاس عشرين اللي انا استعملتها آآ صغيرة يعني انتو سايفينها بعد ما قطعنا الشراح هننزل بباكو آآ آآ جيلي مانجة تمام باكو هنزل عليه بكوباية مية مغلية تمام هتدوي به لحد ما يدوب كواس ونسيبه يبرد تماما نخدي بالك ممكن تلماعي بباقي الشربات اللي فاض معايا يعني مش لازم جيلي ابدا تمام تعالوا بقى للتزين هنجيب الطبق اللي هنقدم فيه هنحط في الاول حتة آآ كريمة كده في الارضية علشان تسبت معايا الدسك وبعد كده اهو الدسك بيطلع بمنتهى السهولة معايا واحطه شايفة متماسك ازاي علشان آآ اولا نسيبناها يبرد تماما وسانيا الشربات بتاعه كان بارد ومحطنا الشربات كمية كبيرة هتجيبي بقى آآ آآ كيس الحلوان اللي عندك او كيس تلاجم بس هو كيس الحلوان عشان يديكي شكل كده وتعملي رزيتات زي ما انت شايفة كده حاولين داير آآ حاول تزناء الروزيتات اهو زي ما انت شايفة رجعتنا الفراغات ملتها زي ما انت شايفة كده بسيطة بطريقة بسيطة جدا جدا وسهلة وشكلها تحفة زي ما انت شفتي في بداية الفيديو تمام بصي احنا الطبقة التحتانية احنا بس عايزين الروزيتات من بره بس للشكل لكن من جوة حطي كده كريمة بطريقة عشوائية مفيش مشكلة لان ده هيدغط طبعا دي الطبقة الاولى تمام كده بعد محطيت طبقة كريمة في الوسطة حلوة كده هنزل بمكعبات المنجة طبعا زي ما قلنا المنجة المتفرزة آآ لونها بيغمق شوية يعني بس هي كده عايزين كمان طريقة تفريز المنجة آآ هقولها لك اهو حالا المنجة تحطيها كده زي ما هي في درج الفريزر لا تقطعي ولا تكيسي ولا تضرابي ولا حاجة تفضل معاك زي الفل وخصوصا العويسي عشان ما لونها ما يسمرش معاكي وبص بعد كده حطيت الدسك التاني بس على على يعني بصي على ظهره كده يعني اللي هو كان جوه الصونية هو المنفوق عشان متساوي ونعرف نزين عليه تمام وهنعمل روزيتات بس هنا هنعمل روزيتات لكل آآ الديسكو كله يعني طبقة الكنافة كلها ليه لان طبعا ده الوش كده من فوق فلازم يبقى شكلها حلو حتى لو هنغطيها بالمنجة برضو تبقى مزبطة بعد كده هنجيب شرايح المنجة اللي احنا قطعناها على قد ما نقدر رفيعا جدا وتعمليها بالشكل يعني المدور ده والقلب اهو كم واحدة كده في النص هنعمل شكله وردة زيني بالطريقة اللي تعجبك وانتي وزوءك وبراحتك اهو عملنا شكل وردة وبعد كده هضيف آآ يعني هحاول اكمل الفراغات وزبطها واضيف في الوسط مكعبات من اللي انا آآ مقطعوها مكعبات تمام وضيفت واحدة كده لتكسر اللون الاصفر والابيض الكتير ده وهتجيبي آآ الجيلي بس يكون برد تماما ويتلمعي بيه علشان اللون المنجة ما يتاكسدش معاك ويسود تمام بس كده بس خدي بالك كوني حريصة ما ينزلش على الكريمة اللي باينة علشان الجيلي طبعا بيدي اللون اصفر تمام كده بس كده واحلى طرطة جميلة جدا وسهلة لو بسيطة انا اسمع يعني معرفش حقيقي يا بنا تسيبولي ايه في التعليقات اللي انا سمعتوا صحة ولا غلط اني بيقولوا الصوني او صونية القنافة بالمنجة او طرطة القنافة بالمنجة بالشكل ده يعني وصلت لارقام آآ كتيرة في مصر يعني ده حقيقي انا معرفش هي احنا عندنا كده كده المنجة غالية جدا وكده كده القنافة غالية جدا لان الحاجات دي مش موجودة عندنا بسهولة بصي بصي طبقاتها تحفات جدا بأمانة لو عندك عج ميلاد اعتمديها والطعم خرافة المنجة الكنافة كان سكرها مزبوط جدا زودناش السكر آآ فيها واحنا في الاول او زقنا بكمية شربات كتيرة بجد التحفة شايفة الطبقات حاجة كده روعة يلا بقى استغلي موسم المنجة واعملي احلى طبق طحفة وحاولت اخليه اقتصادي على قد ما اقدر آآ بس بصراحة هي يعني احنا زي ما بقولك بنشوف الكنافة من سنة للسنة والمنجة من سنة للسنة فحبنا يعني نعمل حاجة مزبوطة كده يا ريت لو وصلت مع الحد هنا تنسيش باشتراك وتفعيل زر الدرس وميكاتي كتير للفيديو